نبدأ نتكلم بقى من خلال الصفحات السوشيال ميديا والصفحة الرسمية والحساب الرسمي للأهرام على كويتر بيتكلموا على استعداد الأهلي لمباراة فيتا كلاب الأهلي يضع خطة الفوز أمام فيتا كلاب طبعاً بيتسو موسيماني المدير الفني النهاردة من يوم الأربع هيبدأ يعمل تدريبات يومية استعداداً لهذه المباراة في معسقر مغلق يوم الجمعة إن بارح كان فيه راحة سلبية بيتسو موسيماني بيعول على جهازية اللعبين والتحضير النفسي والزهني والفني لمباراة يوم السبت مباراة لا بديل فيها عن الثلاث نقاط خاصة إن الجولة الرابعة التي تليها على طول هتكون موجودة في كنشاسة في الكنغو وبالتالي يجب أن تستعد بشكل قوي جداً من خلال هذه المباراة وتبقى رايح كنشاسة وإنت معاك ست نقاط في صدارة المجموعة مع منافسة قواية مع سنبا التنزلي اللي بالتأكيد هيكون عنده مباراة مع المريك السوداني ونتيجة هذه الموراة طبعاً يوم السبت الساعة 3 هتحكم بشكل كبير جداً في شكل المنافسة قبل الفترة اللي جاي طيب كمان من خلال برضاً يعني أيضاً الصفحات الموجودة حساب الرسمي أو الصفحة الرسمية للوطن سبورت على الفيسبوك تكلموا على إن بيتسو موسيماني بيدرس عودة والتربوالية لقيادة هجوم الأهلي أمام فيتا كلاب الكلام من خلال مصادر للزملاء في الوطن الرياضي الوطن سبورت إن المباراة للسابقة محمد شريف خدم ساحة زمنية من المشاركة أمام طلاق الجيش بالتأكيد محتاج فترة عشان يبدأ يخش في المنافسة بشكل كوي جداً على طبعاً حسب أو على حد قول الزملاء في الوطن سبورت من خلال هذا القبر فبيتسو موسيماني بيفكر أنه يبدأ المباراة بوالتر أبوالي هيا في النهاية وجهات نظر أو مصادر لكن طبعاً بيتسو موسيماني هو أكتر مدرب قريب جداً من الحالة والتجهيز بالنسبة لي مباراة يوم السابت أمام فيتا كلاب وإن شاء الله بإذن الله الفوز على الجيش دفعة قوية ومعنوية جداً لمباراة فيتا بإذن الله يوم السابت القادم اشتركوا في القناة